اسم الدرس أتعرف قابلية قسمة عدد صحيح طبيعي على ثلاثة وتسعة أفهم يكون عدد صحيح طبيعي قابلاً للقسمة على عدد صحيح طبيعي إذا كان الخارج صحيحاً وباقي عملية القسمة مساو لصفر قسمة مستوفى يكون عدد قابلاً للقسمة على ثلاثة إذا كان مجموع أرقامه مضاعفاً لثلاثة مثال مئة وثلاثة وعشرون قابل للقسمة على ثلاثة لأن مجموع أرقامه مضاعف لثلاثة أي ثلاثة مع اثنان مع واحد يساوي ستة ستة مضاعف لثلاثة يكون عدد قابلاً للقسمة على تسعة إذا كان مجموع أرقامه مضاعفاً لثلاثة مثال أحذر أولاً أستعرض مضاعفات ثلاثة الأصغر من عشرين الإجابة مضاعفات ثلاثة الأصغر من عشرين سفر ثلاثة ستة تسعة اثنى عشر خمسة عشر ثمانية عشر أستعرض مضاعفات العدد تسعة الأصغر من مئة الإجابة مضاعفات العدد تسعة الأصغر من مئة سفر تسعة ثمانية عشر سبعة وعشرون ستة وثلاثون خمسة وأربعون أربعة وخمسون ثلاثة وستون اثنان وسبعون واحد وثمانون ستة وثلاثون تسعون تسعة وتسعون أحصر العدد ثمانية وستين بين مضاعفين متتاليين للعدد ثلاثة ثم للعدد تسعة الإجابة يمكن أن نحصر ثمانية وستين بين ستة وستين 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 كمضاعفين متتاليين للعدد ثلاثة وبين ثلاثة وستين واثنين وسبعين كمضاعفين للعدد تسعة أستكشف أستكشف لصاحب معصرة مجموعة من الأحواض المملوئة زيتاً حسب ما يبينه الجدول التالي كمية الزيت الذي يحويه باللتر الحوض الأول تسعة وتسعون الحوض الثاني ثلاثة وتسعون الحوض الثالث مئتان وخمسة الحوض الرابع مئتان وسبعة الحوض الخامس ألف وخمسون الحوض السادس ألف واربعون يريد صاحب المعصرة أن يملأ بزيت كل حوض قوارير ذات ثلاثة لتر أو صفائح ذات تسعة لتر دون أن يبقى من الزيت شيء في كل مرة أساعده على تحديد الساعات التي تلبي رغبته الإجابة الحوض الأول عدد قوارير الزيت المملوء في القوارير ذات ثلاثة لتر أو تسعة لتر تسعة وتسعون على ثلاثة يساوي ثلاثة وثلاثين أو تسعة وتسعون على تسعة يساوي ثلاثة وثلاثين إحدى عشر الحوض الثاني عدد قوارير الزيت المملوء في القوارير ذات ثلاثة لتر لأن ثلاثة وتسعين ليست من مضاعفات تسعة لا يمكن ملء كمية الزيت في القوارير ذات تسعة لتر دون أن يبقى من الزيت شيء ثلاثة وتسعون على ثلاثة يساوي واحد وثلاثين الحوض الثالث لا يمكن ملء هذه الكمية من الزيت مائتين وخمسة في أي من القوارير ذات ثلاثة لتر أو تسعة لتر دون أن يبقى من الزيت شيء في كل مرة لأن العدد الممثل لكمية الزيت بالحوض الثالث ليست من مضاعفات ثلاثة أو تسعة الحوض الرابع عدد قوارير الزيت المملوء في القوارير ذات ثلاثة لتر أو تسعة لتر مائتان وسبعة على ثلاثة يساوي تسعة وستين أو مائتان وسبعة على تسعة يساوي ثلاثة وعشرين الحوض الخامس عدد قوارير الزيت المملوء في القوارير ذات ثلاثة لتر لأن ألف وخمسين ليست من مضاعفات تسعة لا يمكن ملء كمية الزيت في القوارير ذات تسعة لتر دون أن يبقى من الزيت شيء ألف وخمسون على ثلاثة يساوي ثلاثمائة وخمسين الحوض السادس لا يمكن ملء هذه الكمية من الزيت ألف واربعين في أي من القوارير ذات ثلاثة لتر أو تسعة لتر دون أن يبقى من الزيت شيء في كل مرة لأن العدد الممثل لكمية الزيت بالحوض السادس ليست من مضاعفات ثلاثة أو تسعة أملأ فراغات الجدول التالي الحوض الأول الحوض الثاني الحوض الثالث الحوض الرابع الحوض الخامس الحوض السادس كمية الزيت الباقي بعد ملء القوارير ذات ثلاثة لتر بحساب اللتر كمية الزيت الباقي بعد ملء القوارير ذات تسعة لتر بحساب اللتر باقي قسمة مجموع الأرقام المكونة لساعة الحوض على ثلاثة باقي قسمة مجموع الأرقام المكونة لساعة الحوض على تسعة الإجابة الحوض الأول تسعة وتسعون على ثلاثة يساوي ثلاثة وثلاثين والباقي يساوي صفر تسعة وتسعون على تسعة يساوي احد عشر والباقي يساوي صفر الحوض الثاني ثلاثة وتسعون على ثلاثة يساوي واحد وثلاثين والباقي يساوي صفر ثلاثة وتسعون على تسعة يساوي عشرة والباقي يساوي ثلاثة الحوض الثالث مئتان وخمسة على ثلاثة يساوي ثمانية وستين والباقي يساوي واحد مئتان وخمسة على تسعة يساوي اثنين وعشرين والباقي يساوي سبعة الحوض الرابع مئتان وسبعة على ثلاثة يساوي تسعة وستين والباقي يساوي صفر مئتان وسبعة على تسعة يساوي ثلاثة وعشرين والباقي يساوي صفر الحوض الخامس ألف وخمسون على ثلاثة يساوي ثلاثمائة وخمسين والباقي يساوي صفر 1050 على 9 يساوي 116 والباقي يساوي 6 الحوض السادس 1040 على 3 يساوي 346 والباقي يساوي 2 1040 على 9 يساوي 115 والباقي يساوي 5 أملأ فراغات الجدول التالي الحوض الأول الحوض الثاني الحوض الثالث الحوض الرابع الحوض الخامس الحوض السادس كمية الزيت الباقي بعد ملء القوارير ذات ثلاثة لتر بحساب اللتر 001 002 كمية الزيت الباقي بعد ملء القوارير ذات تسعة لتر بحساب اللتر 0 0 3 7 0 0 6 5 باقي قسمة مجموع الأرقام المكونة لساعة الحوض على ثلاثة 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 5 أستنتج قاعدة تسمح بمعرفة الأعداد القابلة للقسمة على ثلاثة الأعداد القابلة للقسمة على تسعة الأعداد القابلة للقسمة على ثلاثة وتسعة في نفس الوقت الإجابة الأعداد التي مجموع أرقامها ثلاثة تقبل القسمة على ثلاثة الأعداد التي مجموع أرقامها تسعة تقبل القسمة على تسعة الأعداد التي تقبل القسمة على ثلاثة أو تسعة يكون مجموع أرقامها تسعة